بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة نتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقدم الجداد والناس اللي تحطوا تعليقات إيجابية نقول لهم شكرا جزيلا ولكن قبل الميسال العام خاصتكم تعرفوا واحد القضية خاصتكم تحيدوا الطاقة السلبية من العتبة وغادي نعطيكم وصفة لجلب المال باش أنكم اتردوا النحس والتابعة اللي عندكم تتقلل لكم المال وتتكون عندكم الوفرة في المال الناس اللي باغين يجلبوا المال على طريق وصفات شعبية غادي إن شاء الله نعطيهم وصفة خطيرة جدا لجلب المال بزرعة الناس احطوا لي تعليقات على حسب جلب المال بالتومة غادي نحط لكم هاد الوصفة أول مرة غادي نحطها لأنها رائعة وأكتر من رائعة الناس اللي باغين يحيدوا الطاقة السلبية من العتبة خاصهم يعرفوا بأن الملحة والخل باش أنهم يغسلوا الباب ويحيدوا الطاقة السلبية والنواحس يكون سحر يكون عين تكون تابعة ما يهمش ولكن دائما جد الطاقتي بالملحة غادي ناخد واحد الكمية ديال الملحة وغادي نقرأ لها القراءة ديال جلب المال بحال إن شاء الله بيحول الله وقوته غادي ناخد الملحة وغادي الوقت اللي نبغي نترتقها فوق البوطة خاصني ناخد واحد الكمية اللي غادي نرشها في زواية البيت وفي نفس الوقت غادي إن شاء الله بحول الله نحاول نتبخر بها نبخر بها البيت لأن هذه الترتقة ديالها تتحيد شياطين توقيف الحال توقيف الحال هو اللي تيجي من السحر توقيف الحال أو السحر المرشوش أو السحر اللي تيسبب مشاكل في البيت بعد الأحيان تيكون إنسان تيكون السحر دياله جابه على طريق القدمين ما تعرفش فين تخطاه ما تعرفش إمس تخطاه إذن خاصه أنه يسحب ذلك الطاقة اللي يدخل على طريق القدمين غادي ناخد واحد صاشية ديال الملحة وغادي ناخد واحد صاشية وغادي نقرأوا عليها هاد القراءة هاد القراءة اللي غادي تجلب لك المال وتولي عندك طاقة مغناطسية لجلب المال طاقة ربانية غادي تكون تتحوم في البيت أول حاجة هاديك الصاشية غادي نقرأ عليها صورة الواقعة وغادي نقرأ عليها صورة الشرح سبع مرات وغادي نقرأ عليها صورة الواقعة كاملة وغادي الوقت اللي نبغي نبخر بها البيت إما ندير الفحم وإما ندير مقلات ونخلي هادك التقطقات ذي الملحة تحيدو هادوك شياطين سوقي في الحال وغادي إن شاء الله ناخد كل زاوية اللح فيها شوية الملحة قليل من الملحة الرش بها الزواية كل زاوية عندك في البيت غادي الرش شوية باش يكون عندك الرزق ويكون عندك المال وتكوني مجبورة الخاطر في المال وغادي الوقت اللي تتلوحي في الزواية غادي تقولي إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ مرة واحدة كل زاوية غادي غادي تحطي هادو الملحة وتقرأي هادو الآية إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ وانتي تترشي في الزوية البيت باش ترضي انه واحد دي القلة المال اللي تتكون داخله على طريق طاقة سلبية اما من عين البشر او عين الجن اذا الناس اللي بغين كترة المال ويحاولوا انهم يديروا هاد الوصفة لانها رائعة واكتر من رائعة غادي ياخدوا واحد القنينة ديال الخل تكون اي خل خل تفاح خل الطعام خل ابيض انتوما في الاختيار اللي عندكم موجود لي عندكم موجود غادي ناخدوا ان شاء الله القزبر يابس يبقى حبوب ما يتطحن موالو غادي ناخد سبعات الحبات وغادي ناخد فص ديالتوم فص واحد فقط فص ديالتومة احمر غادي ناخد هاد القنينة ديال الخل اللي امامكم غادي نوضع فيها سبع حبات ديالتومة مع فص ديالتومة وغادي نخليها مدة ديالتناشر ساعة ومبعد غادي ندى نخدم بها ما نقرع لها موالو الوقت للقراءة هي وقت ترشي العتابة اول حاجة الوقت الوقت لتترشي العتابة انتي تقولي يفتح يرزق يفتح يرزق يفتح يرزق يجلب لي رزقي او يعطيني سؤلي في مال او رزقي او اي حاجة تقوليها من بعد انك تقولي يفتح يرزق يفتح لي نصيبي في المال او في الرزق او في التجارة او في اي عملك تتديري غادي تقولي يفتح يرزق يفتح لي باب الخير وانتي وانتي تترشي في هذك الخل اللي فيه التومة فيه القزبر غادي تخليه في مكان مظلم منشوفه احتحد غير انتيا حاولي انك جج مرات في الأسبوع عندك اتنين يوم الاحد او تختاري التولتاء ويوم السبت انتي بالاختيار انتي بالاختيار او او انسان عنده محل تجاري عنده البيع قليل عنده المدخول قليل يدير قنينة الخل مع القزبر مع فص دلتما ويرش ويقول يا فتاح يا رزاق اعطيني سؤلي في المال ارزقني رزقا حلالا اجلب لي زوار الى العتبة المتجر او صالون او اي مكان دلتجارة كان اللي كان اللي ترش الباب المدخل ديل العمارة الى كان عنده المال قليل في التجارة او عنده مكان معين في البيت تيبيع وشريفي اما تصنع الحلوة اما تصنع اي حاجة ترشي باب العمارة باب بابك ديل المدخل الباب الرئيسي ديل بيتك غادي ترشيه وترشي حتى المدخل ديل باب العمارة اذا الناس اللي باغين يرشو يحاولوا انهم اما مع الفجر واما مع طلوع الشمش لان بعد الاحيان الصباح رباح الصباح هو اللي تجلب سبحان الله تفتح لك باب الرزق سبحان الله او من مراء العصر من مراء العصر الانسان تصلي العصر ويرش المكان اللي هو فيه مدخل الباب ويطلب الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب هاد الوصفة اول مرة سنحطها رائعة واكثر من رائعة حاولوا غير تديرها وانتما وانتما متيقنين بان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله يرزق من يشاء بغير حساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اذا الله هو القادر على جلب المال المعطي الرحيم الجواد هو لتعطي سؤل السائلين حاولوا غير تديروا الوصفة الشعبية وانتما امتيقنين بان الله غادي رزقك من حيث لا تحتسبين وربي غادي تكون تسبي والله غادي يعونك على السبب ديالك اذا احبابي الوصفات اللي تنحط هما كلهم زوينين وما فيهم لا شركية لوالو غير ديرهم بيقين والله المستعان على كل الامور اذا احبابي لعجباتكم للصفة خليوا لي لايك ضروري تخلوا لايك نقول لهم لهم الشكر الكتير والسلام